قال متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة إن المنظمة الدولية ساعدت في تعزيز صادرات روسيا من المواد الغدائية والأسمدة حيث يسرت خفض أسعار الشحن والتأمين وسهل تدفق السفن بانتظام مع موانئها واجتماعت كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة ريبيكا جينسبان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشنين في جنيب الجمعة في الوقت الذي تهدد فيه موسكو بالانسحاب من اتفاق يسمح بالتصدير الأمني للأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في السابع عشر جوليا القادم ما لم يجري إزاحة العقبات التي تعترض طريق شحناتها من تلك الصادرات في جنيف ترأس الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جينسبان فريق الأمم المتحدة الذي التقى مع كبار المسؤولين الروس بمن فيهم نائب وزير الخارجية سيرجي فرشنين كان الاجتماع جزءا من المشاورات الجارية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة والاتحاد الروسي لتسهيل تصدير الأغذية والأسمدة الروسية بما في ذلك الأممونيا إلى الأسواق العالمية دون عوائق في الأسابيع المقبلة سيظل تركيزنا على تنفيذ مذكرة التفاهم وتحقيق المزيد من النتائج قبل الموعد النهائي في السابع عشر جوليا لتمكين التنفيذ الكامل لاتفاقيات إسطنبول والتي تشمل مذكرة التفاهم ومبادرة البحر الأسود ومبادرة البحر الأسود